مرحبا عزيزي متابعي قناة بلين بيعين عربي كثير من مستخدمي لآيفون الجدد يواجهون مشكلة أنه على غفلة الشاشة راح تكبر مثل ما تشاهدون هنا الآن الشاشة كبرت أريد أدخل على أي تطبيق يعني أشوف أنه من المستحيل أنه تدخل تتحكم بالشاشة وهكذا فهذه التطبيقات جدا صعبة التحكم بها طبعا هي ميزة موجودة بالآيفون ميزة طبيعية أنه أنت تكبر الشاشة طبعا اللي بصرهم يكون جدا ضعيف فرح يكبر الشاشة بهذه الصيغة ويقرأ الشيء بعد التحديث 16 جدا صارت سهلة التخلص من هذه طبعا فقط تكبس 3 أصابع ضلطتين على الشاشة راح تشاهد أنه رجعت إلى الطبيعي هي ميزة موجودة لكن ما حد يستخدمها وتصير مشكلة للواحد الجديد يقول الآيفون مالتي خرب أو عطل لكن هي طبيعية كيف راح نتخلص منها راح نروح على الإعدادات من الإعدادات تنزل على تسهيلات الاستخدام وتصير هنا ورح تنزل على تكبير يكون مشغل فقط أغلقه الآن شوفوا ما تتحكم به الآن تقدر تتحكم بالآيفون هذه الميزة موجودة حتى لو واجهتكم وإنتوا مغلوق الهاتف مالتكم الآن مثل ما تشاهدون ففقط أعمل حاول تدخل هنا ما تقدر تدخل فقط 3 أصابع بعدين أدخل وأروح عليها هذا التكبير أغلقه هذا الحب أتشرح لكم عن هذه الميزة بعد التحديث 16 خمسة صارت كلش سهلة فقط 3 أصابع كان قبل حتى بـ 3 أصابع بعض الأحيان يصير به خطأ على الشاشة أما الآن بعد التحديث ما فيه أي خطأ نقطة واحدة قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير كل واحد يستعمل الآيفون يدخل على عام يدخل على تحديث البرنامج دائما أفضل يكون محدث آخر شي ولو هذا التحديث شوية عمل لنا مشاكل التحديث الأمني ويروح على مساحة التخزين لأنه الدنيا حارة فاللي راح يعمله الدنيا حارة فقط هنا يزيد المساحة الغير مستخدمة يعني لازم يكون 10 إلى 3 ميزة يصير 128 هو يشتغل بـ 125 التطبيقات راح تنزل غلط والآيفون ماتر راح يبدأ يحمى من الظهر ودنيا صيف وحاولوا لت تستعملوا الهاتف مالتكم بالظهر على ضوء الشمس مباشرة كلش راح يحمى تحياتي لكم أي سؤال أو استفسار كتبوه بالرسائل الآن يحاضر وشكرا لكم مع ألف سلام ترجمة نانسي قنقر